الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل وغيرهم من المشركين أرادوا أن يعجزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له اجعل لنا هذا القمر فلقتين فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعلت تؤمنوا قالوا نعم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سائل ربه ما طلبوه وكان القمر بدرا فاستجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وكان انشقاق القمر وحين عرف المشركون ما حدث قالوا لقد سحرنا محمد هذا سحر مستمر ولكن بعضهم استنكر هذا الرأي وقال إن كان حقا سحركم فكيف يستطيعوا أن يسحر الناس جميعا فعلينا أن نتأكد من السفار أي المسافرين ليلة فسألوهم ما أعجب ما رأيتم في سفركم فقالوا لقد انشق القمر فلقتين ورغم وضوح الآية وقوتها إلا أن المشركين الذين طلبوها لم يؤمنوا فأنزل الله تعالى قوله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر حادثة تخبرنا بأن الله على كل شيء قدير وأن من الناس من طبع الله على قلبه فلا يؤمن ولو رأى بعينيه كل آية ونتعلم منها أيضا أن الساعة قد اقتربت ورغم مرور وقت طويل في حسابات البشر على نزول الآية إلا أنها قريب في علم الله وحسابه لا في علم البشر وحسابهم وقد قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فلتتذكر أيها السائر إلى الله تعالى أن كل ما هو آت قريب ومن مات قامت قيامته فلا تجعل دنياك تنسيك الحقيقة الكبرى التي ذكرها الله في كتابه اقتربت الساعة وانشق القمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر